بحث مرعب طلع في امريكا مرعب قالك نتائج امراض القلب في المدخنين احسن من اللي مش مدخنين الحقيقة المهمة جدا انا قلت للحركة انك عندك نيكوتين في الدم صح اي سترس اي سترس يوطي النيكوتين في الدم بفعل هرمونات بتطلع في هرمونات اللي هي بتطلع اثناء الاسترس مثلا زي الكورتيزون اما يعلى هذا الهرمون وامثلة له كثيرة يوطي النيكوتين الا تلاحظ يا سترس محمود ان في الميتم والافراح او في الاسترس او في امتحانات التدخين يزيد اه صحيح برافو ليه لانه عايز يرجع النيكوتين كما كان هو كان عنده خمسة طلع له هرمون خلاه ثلاثة يلحق يشرب بسرعة عشان يرجع خمسة كما كان ففي الاسترس بيزيد التدخين لان الاسترس يوطي النيكوتين في الدم نمرة اثنين اصبحت هناك اجذوبة بقى اتدحك على الناس بيها يقولك سجاير لايت يعني ايه لايت يعني النيكوتين في اولاي جميل ايوه طب انا النيكوتين كان خمسة نزل ثلاثة انا هرجعه اثنين بدل بخمس سجاير هرجعه بعشر سجاير بقى اخطر لماذا كان زمان القضية الوحيدة هي النيكوتين دلوقتي عندنا قضيتين يا استاذ محمود القضية الاولى النيكوتين اللي دخلت دمك القضية التانية الدخان السموكس اللي طلع دي بتشمها وتمنع الاكسوجين انه يلزق في الهيموجلوبين الدخان ده عشان كما هو يقولك ايه ما انا الشيشة ما فيهاش نيكوتين لان الدخان بيفوت في مية الاولى اقول اه اه متشاكر جدا بس حجر الشيشة الواحد بتمانين سجار كدخان دخان شميته يبقى اضرار التدخين حاجتين النيكوتين رقم واحد والدخان اللي طالع رقم اثنين فاللايت مش ميزة محدش يفتكر منها حاجة حلو طب ولو حد سمعنا وقال لا انا باشرب عشر سجاير كنت باشرب عشر سجاير عاديين وبقيت اشرب عشر لايت برضي قطر خير قطر خير بس هو ما بيعملش كده هو اللي كان بياخد عشر عاديين بياخد عشرين لايت تمام تمام فده حاجة مهمة جدا لازم الناس كلها تعرفها الادمان وكده طيب حركة احنا ابتدينا بميزة السجاير الميزة الكبيرة جدا احسن دواء طلع للاسترس ما طلعش زيه لماذا لانه بيشتغل فترة قصيرة ثلاث ساعات عادي تاخد سجارة تلاقي نفسك الاسترس اللي انت فيه هدي شوي بعد ثلاث ساعات ايوه الشغل على مراكز في موق يخلي استرس يروح فهي ضد الاسترس فانت لما بتكلم عيان انت مش ممكن المليارات دي كلهم عندهم شمخ لا يمكن فده انت سرس عشان كده في الاسترس تلاقي حرارك تبتدي اياخد سجار اكتر قعد ثلاث ساعات بعد ثلاث ساعات الاسترس موجود خلاص خلاص هياخد سجارة تاني مكانش موجود مش هياخد طيب احنا بنتصوم 18 ساعة من غير سجاي حتلاقي تنرفس شوية يفطر على سجارة وكده فده مسته طيب انا حتلاقي نفسك هضيعلك الاسترس من غير مضرك من غير مضرك مضرك انت زعلان ليه السجار بتضيع الاسترس بس هتضرك هتضرك درر لسه هتكلم عليه بس ده اه كده فيه بقى ابحاث طلقت حديثة لكن الرد عليها سهل جدا جدا بحث مرعب طلع في امريكا مرعب قالك نتائج امراض القلب في المدخنين احسن من اللي مش مدخنين تخيل كان البحث عمل حالات قارن المدخنين بعدم المدخنين فلا ان المدخنين نتائج القلب المفتوح فيها احسن احسن فترد عليه بسرعة جدا جدا طبعا البحث ده قاعد سنة خلى المدخنين سعداء جدا جدا انا بشوف سجاير عشان لو احتاجت قلب مفتوح نتائجي احسن من اللي مش مدخن لا ده انا اقول له حالاتك ده ترد عليه رد فابوهة الذي كفر عارف حالاتك بالظبط كده طبعا عارفهم وليه نقول له المدخن المدخن احتاج يعمل قلب مفتوح وسنه 40 سنة ليه عشان مدخن بينما اللي مش مدخن عمل القلب المفتوح وسنه 70 سنة اكيد عيال داخل قلب مفتوح سنه 40 كلوي احسن وكبده احسن ومقه احسن طبعا نتاج احسن طبعا هتبقى احسن ومحطش السن محطش السن بينما اللي مش مدخن بيخش يعمل قلب مفتوح وهو سنه 75 المدخن ده قل سنه 40 سنة فهو ده الفرق فاحنا ده فعلا بوهت الذي كفر اه طبعا ده بحثي مضلل مضلل طبعا والله مكتوب والله مكتوب يقولك نتائج القلب المفتوح في المدخنين احسن وعمل نسب اه هو صادق هو صادق صحيح ما هو طبعا هو رجل سنه صغير اعضاء كلها كويسة واحد ده اللي يعمل قلب مفتوح سنه 40 سنة طبعا عمليك كويسة جدا طبعا غير واحد 75 او 70 فدي قضية مهمة جدا فاحنا قلنا ميزة السجاير انما عيوب السجاير اكثر بكثير جدا 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 من هذه الميزة الوحيدة اللي تخليك تضيع الاسترس بحاجة ما هو طبعا سؤال لجميع المشاهدين بس يحلفوا يقسموا انهم يجاوبوا صح اقسموا خلاص يا استود محمود مش كده مش عارف مش عارف صراحة محا مش عابين السؤال السؤال كان قلقاتي هما لو حرجت داخل سوبر ماركت تشتري سمنة لقيت مكتوب على علبة السمنة هذا السمن مسمم هتشتريها طبعا العلبة مكتوب عليك التدخين يسبب الوفاة ومع ذلك اشتريتها كيفا ده خلي بالك اللي كتب لك كلمة دي اللي بيكسب منه يعني الشركة اللي عملاها كان بالك يعني انا مش مسؤولة عنك زماني يا استود محمود كان التدخين شياكة في الفيلم يطلع حط السجارة في طرف بقه الشياكة دلوقتي لا دلوقتي عشان واحد يدخن في المطار بيخش قوضة زي قط الفران قوضة قد كده مزلوقين فيها ممنوع يدخن بره فما بقتش لا يشياك ولا صحة وتسبب الوفاة ومع ذلك في ناس كتير جدا مش قادرة تقلع عن التدخين خالص لانه اتفقنا انه ادمان ومرض لانه هو ادمان ولازم يبقى محتاجين اعراض انسحاب ومحتاجين يتعلجوا بشكل او اخر هو ما بيعملش اعراض انسحابية خالص بس هو بيخليك متوتر لما تبطل تدخين طيب ما هو دا يعني المزاج يتغير وبالتالي حديك حاجة تمنع التوتر انا جربت حاجة في العيادة عندي بس ما يعني ما عرفش تتقالوا ولا خليتهم يحرفوا على المصحف انه مش رفش تجارة تالي نجحت مع تلاتين اربعين في المية من الناس وبعدين ستين في المية بقوا يصوموا وفي الشمطين دا طب يا عبية حل المشكلة فانا التدخين طب تعالى بقى التدخين والسرطان ألا يوجد علاقة علاقة وثيقة يعني بيقولوا في علاقة وثيقة بقى بحاس بتقولها لماذا أقوى العلاقات العلمية يا سيد محمود هي العلاقة الإحصائية أقوى العلاقات العلمية أما أقول لك 90% من اللي نزلوا الترعة جالهم بالهرسي يبقى الترعة بثام بالهرسي ثم يثبت كده بالعلم بقى أما أقول لك ان من اللي جالهم سرطان من 80% ل 85% كانوا مدخنين بتقولي دا في علاقة طبعا يقولي طب ما نعرف واحد عنده سرطان رئة ومش مدخن ماشي تعرف واحد تعرف واحد لكن قصده كم واحد مدخن جالهم إنما نعرف عشرة جالهم مدخنين جالهم الورخة طبعا مش بس كده بقى بص المفاجأة بقى مش سرطان الرئة بس سرطان المعدة في المدخنين أكثر ملوشة الوغرضين سرطان المسانة في المدخنين أكثر سرطان القولون في المدخنين أكتر مش مدخنين تعالى بقى أعجب حاجي سرطان الدم الل contrast billing اللوكيميا인 المدخنين اكثر مش مدخنين السنة تبقى واضحة جدا قاعد العلماء قاعد يبحث 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 لماذا التدخين يجيب صرفات كلنا كلنا العالم اي بني ادم ربنا خلقوا في مادة في دمه مصرطنة في دم دم دمه ولكنها لا تعمل مادة مصرطنة في الدم لا تعمل يعني ماشية في دمك وزي الليتها النيكوتين يخليها اكتف يخليها تعمل تجيب سرطان في اي حتة المادة المصرطنة اللي في دمنا لا تعمل ايه اللي ينشطها وخليها تعمل النيكوتين بتحقيق لي يا سوز محمود اللي يسمع هذا الكلام ولا ولا يقلع عن التدخين يبقى مالوش حق